السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد معاكم ام يارا وصفة اليوم هي حلوة جفا سنخدمها معاكم بابسط المقادر يعني هاد الحلوان ما فيها والو مقادر قليلة ومشي مكلفة توجد في عشرة دقائق وتخرج كمية كبيرة نحن نشوفو المقادر وطريقة التحضير لهاد الحلوان سحق 125 قرام مارغارين ديما كما دائما نقول لكم انا نخدم مارغارين ديما رائعيني قليلة وعندما نخدم الروحة كما نتحضر بها ونخلطه مع الزيت تتخلط ككو الروحة سوف تغلب زيت بيض مع صافر وعندي 4 مغارف كبار سكر عادي وزج مغارف كبار رسيلة يجب أن تتباع و تعمل بها عادة 4 مغارف كبارة نضيف قرصة ملح و مغرفة صغيرة و مغرفة مليح كما رأيت ، أضع المقادر كامل وضربها وحدا يجب أن نضرب مليح في الباتوغ يجب أن نضرب مليح أبقيت 4 أو 5 دقائق حتى أشعر المقادر كامل نضيف قرصة مغرفة كبارة يجب أن نضيف قرصة مليح يجب أن نضيف قرصة كوكا و لوز يجب أن نضيف قرصة مليح نضيف قرصة مليح نضيف قرصة مليح و زيت مغرفة صغيرة و خميرة كميائية نضيف قرصة مليح و بعد قرصة مليح و هناك قرصة مليح و إجراء مليح نضيف قرصة مليح ثم تضيف قرصة مليح نضيف قرصة مليح و بنضيف قرصة مليح و كل شيء مليح و السألت مليح ثلاثة كوكا و فارينة و لن نضيف قرصة مليح و أؤمن joy أجد منcesso هذا التصوير البيض نجد مليح و قمت بايض و قمت بايتك يحب ثقافة بيض بايتك حبابيض الآن بالبايت اضعته في حجزة تحب ذلك البودرة و نضرب مليح و هنا يوجد كوكا تحمصه غير قليلا تحمصه بكثير تحمله بكثير و بعد تدخله المثال يجب أن يتحمله و يكون محروق أحمره بصفورية أحمره بصفورية و أضعه بخشين و أضعه بقشوره نبدأ بشكل مختلف و نحن نحن نتخلها و نضح نضحها و ندهنها بأيض و نضمها ببقشوره و نضمها في الكوكاو و نضمها في الكوكاو و نضعها في المشوك و نضمة الأضاء و نضمها و نضيرها و نضرب حلقة و ليس حقكا و انظرها و لا تنشف و إذهبوا في القضاء ذهش العجينة بحببة الأولين سوف نضربها و نضربها و نضربها و نضمها سوف ندخل هذه القهوة على 160 درجة و نعود لهم من تحتها و نعود لهم من فوقها و في هذا الوقت سوف نطيب فنجه القهوة جيدة كانت عندي صاحبتي تموت على القهوة جيدة كما تقول لي هي لو كان ما نقاعد شراصي بقهوة جيدة لا نقدر نقصر قلت لها جابك ربي درت لك قهوة ساك و درت لها قهوة آرومة و صاحة عجبتها قتلي جيدة قيلة و كي كانت طيب شمت ريحتها أنا دايما نقول لكم ريحتها شابة هذا كان رايي و اليوم هي اللي راي تقول قتلي صح ريحتها شابة ذو كأنا لقاتوا تعييره هو طيب ذو كنكملو و نوريهولكم في طبق التقديم هذا هو الشكل نهائي لحلوة اليوم حلوة جفة بابسط المقادر و الكمية اللي خرجت كمية كبيرة ما شاء الله هاي لك قدامكم و احسبوها تنسوك بالليف الوصي كاينة حبا يمل تحتها قربت لكم حبا و نزيد نقسمها قدامكم شوفوا يعني معات و الشيت ها تلقاطوا جاي الدوب في اليد قبل ما يلحق الفون وصفة سهلة مقادرها بسيطة وبنتها هيلة جربوا هاد الوصفة و كي لعدمكم شح تندموا ذو كما بقالي غنقوا لكم تهلاو في روحكم و نتلقى ان شاء الله في وصفات اخرى سلام